موعد تنسيق الكليات 2023 لكل الشعب أدبي وعلمي والحد الأدنى للمرحلة الأولى هنعرف من خلال الفيديو النهاردة فيديو مهم جدا خاص بتنسيق الكليات لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوكوا إشعار بكل فيديو جديد ويشجعونا باللايك والشير تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024 علمي وأدبي والموعد ورابط التقديم لجميع الكليات والمعاهد بالنسبة لموعد نزول تنسيق الكليات 2023 كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إن انطلاق تنسيق الكليات 2023-2024 المرحلة الأولى هيكون نهاية الأسبوع على الأرجح دوت لعدم استلام نتيجة السنوية العامة 2023 حتى الآن واللجنة العليا تنتظر التنسيق للكشف النهائي الأعداد الناجحين بالدور الأول والمجموع التكراري من أجل وضع الحد الأدنى للمرحلة الأولى وفقاً للأعداد المطلوب التحقى في الجامعات بالنسبة للحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 قال مصدر مسؤول إن أعداد الناجحين في شهادة إتمام السنوية العامة أعلى من العام الماضي في الدور الأول وإن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 لن يتخطى الحد الأدنى للعام الماضي وضح كمان إن في شعبة علم علوم حد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89% شعبة علم رياضة الهندسة 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83% الشعبة الأدبي 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.5% الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 من المرقح قال نه يتخطى نسبة 90% بالنسبة للشعبة العلمية علم علوم ومن المرقح إن تكون نسبتها 89% وشعبة علم رياضة لن يتخطى 85% هذا العام ويكون أعلى قليلا من 83.5% وشعبة الأدبي من الأرجح إن هي لن تتخطى 65.5% هيكون بمعنى أصح مشابه للعام الماضي لحد ما وبالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023 هيكون خمس أيام يمكن للطالب كتابة رغباته فيها وتعديلها وهيتم حفظ الرغبات وفقاً لآخر تعديل أمبي الطالب على أن يتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موضوع التنسيق الإلكتروني وده هسيبولكو في صندوق الوصف بالنسبة كمان ليه توقعات التنسيق العلمي علوم كلية طب أسنان هتاخد يعني ديه التوقعات طبعاً 376 درجة ديهت أسنان طنطة أسنان عين شمس 376 أسنان الأسكندرية 376 أسنان القاهرة 376 أسنان طب بني سويف 376 تلتمية ستة وسبين طب الوادي الجديد 375 طب أسنان المينيا 375 علاق طبيعي قفر الشيخ 374 علاق طبيعي بنها 373 علاق طبيعي القاهرة 373 صيدلة سوهاك 373 علاق طبيعي جنوب الوادي 372 بالنسبة كمان لكلية صيدلة كلية صيدلة ضمنهور 371 وكلية صيدلة القاهرة 370 وكلية صيدلة عن شمس 370 وصيدلة الأسكندرية 370 هنيجي بعد كده ليه صيدلة أسيوت 370 وصيدلة قناة السويس 370 وصيدلة المينيا 369 وصيدلة حلوان 969 كمان فيه استعدادات طبعا للتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد المختلفة وكنت نزلتلك فيديوهات قبل دي مهمة جدا للي حابب يشوف مثلا كليات من 50% وهاكذا هتلاقي قدامكو هنا تنسيق بعض الكليات شوفوها بالدرجات وده هيبقى تنسيق مقارب للتنسيق اللي هيبقى السنة دي بإذن الله فلو فيه أي جديد هنزله لكم في القناة فتابعونا ما تنسوش شجعونا باللايك الشير والاشتراك عشان يوصلوكم للفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته